من السودان طبعا ايو ايو انت في مجلة الطبي والاعلامية لا سيدة لانية شايف المعرض ازاي جميل اوي والشركات المشاركة كويسة ودي حاجة كويسة شديد يعني للسودان بعدين كونوا انه الرئيسين جوا فده دعم لنا يعني ولاعمل الشركات الادوية وان شاء الله يكون فيه تعاون بنا مع الوكالة ومع الشركات ونكون ايجنت لشركات كتيرة مصرية يعني ايه اللي محتاجه السوق السوداني من المنتج المصري او من المصانع المصانع احنا صراحة في يعني الضعف اكتر عندنا في الجانب بتاع الانجكتابولس يعني صراحة في الجانب بتاع الاورال او الحبوب والكبسولات بقى عندنا مصانع محلية كتيرة وبقى في اكتفاء ذاتي لعدد من الاصناف فحاليا اكتر حاجة في الحقن والانجكتابولس يعني الاسمول فوليوم واللارج فوليوم وشوية البخاخات بتاعت الازمة وكده لكن الحبوب وكده بقى عندنا اكتفاء ذاتي تقريباً لـ 200 صنف بعض الأخوة يعني أصحاب الشركات المصرية بيقولوا أنه السودان بيحبوا أنهم يسجلوا الأدوية المصرية ليه؟ صراحة أول حاجة السعر معقول مقارنة مع الاقتصاد بتاعنا والوضع بتاع المريض السوداني فحاجة في متناول اليد يعني بيقدر يشتريها يعني لو قارنت الأدوية من مصر مع الأدوية الجاية من الأردن مع الأدوية يعني ما بينقلل من قيمة الدواء الأردني أو دواء من أي مكان لكن السعر غالي تراحي يعني فالمصري في متناول اليد يعني فبيفضلوا الضوء المصري يعني أول مرة تشوفي معرض من هذا النوع يعني معرض ده مصري أنا بالنسبة لي أول مرة أكون موجودة في معرض مصري وتقريباً كنت متابعة تفاصيل كلها زرت كل المعارض من بدري من الصباح يعني فجميل المعرض استفدت إيضي أول حاجة اتفكت مع عدد من الشركات أن نكون الوكلة بتاعهم أنا مسؤولة من التسجيل في شركة نجمة الصحراء واستفدت عرفت أنه في شركات كثيرة بتصدر لبرو إنترناشنال وهي جي أم بي أودت يعني وجاهزة وبمواصفات عالمية يعني ممتاز بالتوفيق شكراً جزيلاً شكراً شكراً